منذ أن دقت ساعة السفر لتحرير مدينة الدرنة التي طالما انتظر شعبنا ميقاتها لتلقي الرعب في نفوس الإرهابيين وأعوانهم ذكرى ثورة الكرامة التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة رغم التحديات والصعاب ولكن قوة العزيمة والإرادة تغلبت على كل المعاوقات لحماية المواطن وفرض هيبة الدولة والمحافظة على مقدراتها والقضاء على الإرهاب وقطع الطريق على الطامعين والعملاء مشهد مظلم رسمه الظلميون بدماء الأبرياء لتخيم على الوطن غيمة سوداء وليقرأ ويسمع ويشاهد الجميع ذلك المشهد المتكرر مفاده عاجل أغتيل العسكري والإعلامي والناشط لييتم الأطفال وترمل النساء ويفقد الأباء والأمهات فلذات أكبادهم لتسرق مدن من حضن الوطن تحت اسم ولاية وإمارة وتدمر معالمها وأثارها التاريخية من بين هذه المدن مدينة درنة التي عانت من ويلات الإرهاب حاولوا إخضاع مدينة درنة مجاهرين بإرهابهم بالذبح والقتل والتنكيل عبر ساحاتها وميادينها وإجبار أبناء المدينة على حضور هذه الجرائم الإرهابية متجولين عبر شوارعها بأرتالهم وأسلحتهم إلا أن كل ذلك لم يمنع أبناء درنة من رفض ومواجهة الظلم والقمع والإرهاب كآل حرير الذين استشهدوا وهم يواجهون الخوارج وكبدهم خسائر في صفوفهم درنة المدينة التي توفد عليها عناصر الجماعات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم أبرزهم الإرهاب المصري عمر رفاع سرور الذي كان يقدم لهم فتوى تبرير القتل والصرقة والاعتداء على أفراد المجتمع والذي كون مع الإرهاب هشام عشماوي تنظيم المرابطين وأشرف على تجنيد وتدريب العناصر الإرهابية من ليبيا ومصر وسوريا وتونس والمغرب وعديد الدول والذين قاموا بأفضع الجرائم ضد أهالي مدينة درنة والليبيين لكن بسالة أبناء القوات المسلحة في تحرير مدينة درنة أصفرت عن قتل الإرهاب سرور وأسر الإرهاب المطلوب دوليا هشام عشماوي وقتلت العديد من العناصر والقيادات الإرهابية البارزة وحررت المدينة من الأعلام السوداء وخفافيش الظلام تضحيات جسام قدمها أبناء الوطن منذ انطلاق ثورة الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر ليحتفل أبناء المدينة بتحريرها وليلتحموا مع القوات المسلحة والقوات المساندة الذين ضحوا بأرواحهم لتطهيرها من الإرهاب لتشرق نور الشمس ليعود الأمن في المدينة وتعود الحياة إلى مدينة الياسمين عبر أسواقها وشوارعها ولتعود المدينة كما عرف عنها بمدينة الفن والثقافة لتقام بها العديد من الملتقيات الفنية والثقافية لتصبح المدينة داعما قوي للقوات المسلحة خلال ثورة الكرامة في حربها على الميليشيات والمرتزقة والإرهابيين لتطهير كافة تراب الوطن ولا طالما أكد أبناؤها ذلك عبر بياناتهم ومظاهراتهم لدعم وتأييد القيادة العامة في تحرير الوطن وحماية الحدود لقناة ليبيا الحدث بو بكر العقيل